اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان حيث أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان القيامي بالوساطة بين الأطراف السودانية مؤكدين أن ترصيخ الأمن والاستقرار هو الركيز التضامن لإستكمال المصار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان دعت مصر أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنا لدماء أبناء الشعب السوداني وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر على أنها لن تألو جهدا في القيامي بالجهود اللازمة بالتعاون مع دول الصديقة والشقيقة من أجل نزفتي للأزمة الراهنة وشددت مصر على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية في السودان من خلال القيامي بأعمال تؤجج من حدة الصراع كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية أن تتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة والشعبيها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرى وزير الخارجية برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه تناول التطورات الجارية في السودان وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أحاط رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي علماً بالاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حف الأطراف السودانية على أقف إطلاق النار وحقن الدماء أجرى الأمين والعام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطوني جوتارش وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان وأبلغ أبو الغيط جوتارش بموقف مجلس الجامعة بضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستعادة الهدوء إلى السودان في أسرع وقت وعبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتبكات المسلحة وحقن الدماء كما اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمعاجهات أعلن الجيش السوداني استعدت السيطرة على مطار مروي واستمرار الجوت في إدارة الموقف بثبات واتزان كما أكد الجيش السوداني سيطرة على قيادة قطاع كردفان وعدد كبير من الأسلحة والمعدات والمؤون من قطاعات مختلفة كما طمأن الجيش السوداني المواطنين أن القوات المسلحة متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية احترام حيادية الرعاية الصحية في السودان وضمان وصول المصابين إلى المرافق الصحية دون قيود وأشرت المنظمة إلى أن قيود الحركة في مدينة الخرطوم تضع تحديات على الأطباء والممرضين والمرضى وسيرات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية ويعرض حياة من يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر ولفتت المنظمة إلى استنفاذ الإمدادات التي وزعتها المنظمة على المرافق الصحية ألغى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونايك إنشاء طرق سريعة ذكية جديدة في ظل مخاوف تتعلق بسلامتها وأكلفاتها المرتفعة وأوضحت وزارة النقل البريطاني أنه سيتم إلغاء 14 مخططا لطرق سريعة ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة لتنظيم تضفق حركة المرور وتخفيف الازدحام من بين مشاريع الحكومة لإنشاء طرق جديدة وإلى هنا ينتهي مجازون الإخباري لهذه أساعة لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسرا نيوز من خلال أبلو ستور أو جوجل بلي أو من خلال كيو أركوضو ظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة